فضيلة شيخ بالنسبة للموقوف هل يمكن أن يكون مما يستهلك كوقف الطعام في هذه المسألة خلاف فقد تقدم أن الأصل في معنى الوقف أنه حبس أو تحبيس للأصل وتسبيل للمنفع نعم وتقدم في بيان ما يمكن أن يكون وقفا أنه المال المتقوم شرعا فإن كان هذا الأصل يمكن أن ينتفع به أي يبقى الأصل وتكون هناك منفعة يستفاد منها ينتفع منها الموقوف عليهم فلا إشكال الطعام يستهلك إن أكل فإنه يستهلك وكذا الحال بالنسبة للنقود هذه من المسائل الحادثة لكن رأى عدد من أهل العلم أنه يمكن الانتفاع بمثل هذه الأعيان التي تستهلك فإذا أعدت للسلف على سبيل المثال فالطعام إذا أعد للسلف فإنه يمكن أن ينتفع منه وكذا الحال بالنسبة للنقود إذا جعلت في وعاء وقفي يمكن أن ينمى ويثمر أو أن يقرض منها المحتاج ثم يعيد مثلها ففي مثل هذه الصور يمكن أن تجعل أمثال هذه المنقولات أوقافا فإذا ليست المسألة على إطلاقها واضطرادها وإنما يتقيد ذلك بنوع المنفعة إذا كان يمكن أن يتأتى منها منفعة وأن تحصل منها غلة أو نفع للموقوف عليهم فلا إشكال وهنا يتنافس الناس في مثل هذه الأبواب فعلى سبيل المثال من العلماء المعاصرين من تحدث عن وقف الوقت نعم وهو أن يبدل أن يخصص المرء من نفسه وقفا وقتا للقيام بعمل ما كالطبيب على سبيل المثال أن يخصص وقفا لمداوات المرضى وعلاجهم دون مقابل نعم أو أن ينتدب بعض الناس جزءا من وقتهم للقيام بنظافة الأماكن العامة أو لتنظيف بيوت الله عز وجل وسموه وقف الوقت نعم لأن التراث الفقهي اجتمل على مثل هذه الأنواع ولذلك أخذها الفقهاء المعاصرون وأضافوا عليها أمثلة جديدة فلا مانع منها نعم وعلي حال فضلت الشيخنا كأنواع جديدة نحب أن نتعرف على الحكم الشرعي فيها سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى لكن قبل ذلك بالنسبة للواقف حتى نكمل أركان الوقف نعم الواقف والموقوف له ماذا يشترط فيهما أولا أشارتم إلى أركان الوقف إجمالا نذكر أركان الوقف أنها أربعة نعم ولو على سبيل الاختصار الواقف والموقوف عليه والعين الموقوفة نعم وصيغة الوقف الواقف أن يكون ممن يصح منه التصرف شرعا فيكون ذا أهلية تسمح له بمثل هذه التصرفات بعض الفقهاء يعبر أن يكون مكلفا راشدا لكن لا يلزم في الصحيح أن يكون مكلفا قال لا يكون مكلفا لكنه مسموح له بالتصرف في مثل ذلك المقدار من المال لأنهم تحدثوا عن هبة الصبي على سبيل المثال نعم وأجازوا مقدارا من تصرفات الصبي أجازها الشرع وأجازها العرف فإذا نقول إذا كان ذا أهلية تسمح له بمثل هذا التصرف هذا بالنسبة للواقف نعم المال الموقوف تقدم أيضا أن يكون مالا متقوما شرعا يمكن الانتفاع به أو بمنفعته أما الموقوف عليه فيمكن أن يكون فردا على الصحيح ويمكن أن يكون جهة وهذه الجهة إما أن تكون ذواتا أو أن تكون ذمة موصوفة أو أن تكون جهة موصوفة الفرد أن يجعل المرء وقفه على فرد أو عدد من الأفراد في حياته وكأن يجعل وقفه على متعلم على سبيل المثال فإن انقطع وانتهى هذا الوصف عنه أو توفي هذا الموقوف عليه فإنه يأول بعد ذلك إلى جهة بر عامة الوقف على الجهات قلت إما أن يكون وقفا على الذوات كالوقف على المصلين والوقف على المتعلمين والوقف على الكتاب والوقف على الفقراء والمساكين هذه ذوات موصوفة بأوصاف معينة هذه الأوصاف هي كالقيود إذا ذكرها الواقف لأن شرط الواقف كشرط الشارع أو أن تكون على أعيان أي أن تكون هذه الجهة أعيان كالوقف على المساجد أو الوقف على المدارس أو على الأربطة أو على الزوايا أو على المنافع العامة على الطرقات هذه أعيان ينتفع منها أصول ينتفع لها منافع مرافق عامة بالتعبير المعاصر ينتفع منها فتجعل هذه الأوقاف على هذه الجهات شكرا